نبي الهدى أسوة المهتدي تخير المعلم والمرشدي به وبأخلاقه أقتدي به وبأخلاقه أقتدي لمرضات ربي وغرس يدي لكي يصل الناس قلبي ندي يومي ومستقفلي وغدي يومي ومستقفلي وغدي به أقتدي به أقتدي به وبأخلاقه أقتدي بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم به أقتدي من خلال هذا البرنامج نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب عديدة واليوم وفي هذا اللقاء سنتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم في حال عبادته عليه الصلاة والسلام فقد كان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في قيامه لربه عز وجل وفي عبادته حتى روي من ذلك من الآثار والأحاديث الشيء الكثير الذي فيه لنا أسوة حسنة لقد كان يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تتفطر قدمه كان عبدا شاكرا لله عز وجل حقق معاني العبودية في أسمى صورها وأبهاها وأجملها في هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صلاح بن علي الزيات لنتحدث وإياه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حال عبادته عليه الصلاة والسلام مرحبا بكم بداية هذه الحلقة الشيخ صلاح ونأنس باللقاء بكم مرة أخرى ومرحبا بك ومشاهدين والمشاهدات نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا عظيما في قيامه لله عز وجل وفي عبوديته لربه سبحانه وتعالى نريد بعض الإشارات في هذا السياق الشيخ صلاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس تعبدا وأعظمهم تألها وكان أقرب الخلق إلى الله زلفا النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها قائمة على العبادة لله تبارك وتعالى يلخصها قول ربنا تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كمل جوانب العبودية حتى إنه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبادة لله عليه الصلاة والسلام وأكملوا الخلق وأكمل حتى من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه جميعا ولأجل هذا المقام الرفيع من الله تعالى ومن عبادته والتأله له استحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام فهو صاحب الوسيلة والشفاعة التي لا يقوم بها يوم القيامة غيره صلى الله عليه وسلم الملاحظ حقيقة الشيخ صلاح الذي يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن قيامه بهذه العبودية كانت في فترة مبكرة جدا من حياته وهذه فيها حقيقة إشارات إيمانية وتربوية عظيمة نريد أن نستعرض هذا الأمر من بداية حياته صلى الله عليه وسلم وفي أطوار مختلفة من حياته صلى الله عليه وسلم نعم ما تفضلت به يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبده كان من بداية حياته حتى قبل أن يبعث نبيا عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة قبل البعث يخرج للتعبد في غار حراء في مكة فيمكث فيها كما في حديث عائشة في الصحيح البخاري يمكث في الغار الليالي ذوات العدد يتعبد لله تبارك وتعالى ويتحنث ولما بعث صلى الله عليه وآله وسلم كانت عبادته أعظم وأشمل وأوسع فعبادته صلى الله عليه وسلم بعد بعثتها لم تختصر على عبادات ظاهرة ولكنها شملت جوانب حياته حتى كانت أقوالا وأفعالا ظاهرة وباطنة مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه فلو استعرضنا تعبدات النبي صلى الله عليه وسلم فنجد أنها في جوانب كثيرة ومختلفة والوقوف معها في الواقع سوف يطول لكن لا مانع من أخذ إشارات من حياته صلى الله عليه وسلم أما صلاته صلى الله عليه وسلم فكانت عجبا عاجبا النبي صلى الله عليه وسلم وصل من تعلقه بالصلاة وحبه لها أنه قال عنها جعلت قرة عيني في الصلاة فقرة العين وراحة البال وانشراح الصدر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم في الصلاة الصلاة التي قد تكون عند بعضنا مع الأسف هم من يريد طرحه وثقيلة هي عند النبي قرة العين ولكونها قرة عينه صلى الله عليه وسلم كان يبادر إليها تقول عائشة رضي الله عنها وأرضها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المنادي وثب إلى الصلاة لحظوا التعبير وثب والوثب فيه إشارة إلى القيام بسرعة وقوة فلم يكن يتردد ولا يتأخر وإذا أردت أن تعرف مقامه في الصلاة فلنستمع إلى وصف عوف بن مالك لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عوف بن مالك رضي الله عنه قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة ويبدو أنها كانت صلاة الليل يقول فقام واستاك وتوضأ ثم كبر يصلي قال فقرأ سورة البقرة سورة البقرة كاملة أكثر من جزئين قرأها النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الركعة الأولى قال فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه يطيل الركوع ثم سجد فكان سجوده قريبا من ركوعه يطيل السجود قال ثم قام فقرأ سورة آل عمران كاملة كاملة في ركعتين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة أجزاء في ركعتين وهذا لا يمكن يكون إلا لمن تعلق قلبه بالصلاة الله رب هذا نموذج في الواقع لتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كما يحمل أعباء أعباء رسالة عظيمة والله عز وجل يعني حقيقة رب النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن تربيته وخصوصا في باب العبادة وما يعين على الطاعة وفي سورة المزم الإشارة إلى هذا ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فهذه رسالة نبوية إلى من يحملون هم هذه الرسالة أنه هذا المنهج وهذا الطريق ولعلنا سنطلع على الصور في هذا السياق معكم شيخ صلاح أيضا صحيح ما ذكرته يا شيخ والله مهم ونحن جميعا بحاجة إليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وطلاب العلم هم أحوج الناس في الواقع إلى الاستعانة على ما هم بسبيله بالعبادة فالعبادات معينة وميسرة وثم إن جميعا دعاة وطلابا للعلم أعظم ما يصدق أقوالنا ويحققها هو هذا الجانب العبادي الذي يدل فعلا على أن قلب الإنسان متأله متعبد لله تبارك وتعالى أيضا من الصور لعبادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعنا ننتقل مثلا إلى عبادة الصوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صومه مقتصرا على صوم الفريضة صوم رمضان بل كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر من صوم النافلة كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر وكانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صوم شهر شعبان تقدم لرمضان يستعين به على رمضان يهيئ نفسه لما يستقبله من العبادة الصوم الفريضة صحيح وكان صلوات الله وسلامه عليه يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فكان له في كل أسبوع نصيب من الصوم وكان له أيضا في كل شهر نصيب من الصوم فكان يصوم غرة كل شهر الأيام البيض يصدق عليها أنها غرت كل شهر ويصدق لفظ الغرة أيضا على مقدمة الشهر فكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر صلى الله عليه وآله وسلم فكان يأخذ من الصوم قدرا كبيرا يكثر من صوم شعبان مع ما ذكر من صوم الأسابيع والشهور فإذا انتقلنا إذا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فكان له منه النصيب الأوفر فكان في كل رمضان يعتكف العشر الأواخر منها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم كانت العشر الأواخر من رمضان كان يعتكفها في المسجد يتشاغل فيها بقراءة القرآن والدعاء والعبادة والصلاة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الصدقة نصيب عظيم صور حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة الصحابي الجليل عوف بن الحارث عوف بن الحارث رحمه الله بل هو عقبة بن الحارث وليس عوفا عقبة بن الحارث رحمه الله ذكر قصة حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم تبين مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يقول فلما سلم قام سريعا فدخل بيت إحدى زوجاته وهذا بخلاف عادته لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته نعم ولكنه كان يمكث في مصلاه بعد الصلاة يقول فدخل بيت إحدى زوجاته ثم رجع فلما رأى ما في وجوه القوم من العجب قال لهم إني تذكرت تبرا ذهبا تبرا كان عندنا فكرهت أن يمسي في بيتي فأمرت بتفريقه فلاحظ مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بالمال فكان لا يحب أن يبيت عنده شيء من المال فاضلا عن حاجته إلا وتصدق به صلى الله عليه وسلم وشأن نسائه كشأنه ونحن جميعا نذكر قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها جميل جدا الحقيقة هذا مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم يطبق مفهوم العبادة الشامل فلم يكن يجتزئ في أمر دون آخر وأيضا هذا انعكس على نسائه وعلى أهل بيته سنتعرف على شيء من ذلك ولكن بعد هذا التقرير القصير الشيخ صلى الله عليه أيها المشاهدون الكرام ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود سويا بإذن الله تعالى هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية بيوت الله عز وجل قبلة الناس ومهوى الأفئدة وسكن القلوب وراحة الأبدان كان المسجد والمدرسة والجامعة مهبط الوحي ومنطلق الجيوش الفاتحة ومستقرها لا مكان فيها للهو والعبث بل هي بيوت الجد وطلاب الأجور والثواب فيها دروس العلم والعقيدة والفقه والتفسير وفيها حلقات تحفيظ القرآن وتدريس علومه وفيها يقضى في مشاكل الناس ويصلح فيما بينهم أداب المسجد أولا قبله شيء حتى تدخل المسجد تلقي التحية على المسجد وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد تدخل دهاء المسجد وتسلي ركعتين لله سبحانه وتعالى أداب المسجد للوقار والسكينة من أداب المسجد الواحد يكون في سكينة وفي وقار وطبعا عدم اللعب في المسجد خاصة الأطفال وهذه الواحد ما هو بيجي يحضر أطفاله يلعبون في المسجد وكذا لازم يجي في وقت صلاة وصلي وخشوع وهذه من أداب المسجد والحفاظ على المسجد وطبعا تصليح أجهزة المسجد إذا خربت أو كذا يعني مساعدة في الأشياء المسجد راح نفسي يعني تدخل المسجد تصلي لك ركعتين يعني كل الهم من الدنيا تروح يعني هذا بيت الله سبحانه وتعالى لقيت المساجد اهتماما كبيرا منذ القرون الأولى في الإسلام ما بين بناء وترميم وتوسعة وبناء مرافق وخدمات لها إلى أن وصلت على حالها اليوم حيث بنيت لها الأوقاف وفرغت لها الكوادر وتم الاهتمام بخدماتها ومرافقها على أكمل وجه وجعلت لها التصاميم والدراسات حتى صرنا نسمع بمفهوم هندسة بناء المساجد واحتياجاتها وألحقت بها المكتبات والمدارس الشرعية والعلمية وهذا قسم الصلوات الخمس وهنا ساحة صلاة الجمعة وهذا منزل الإمام والمؤذن طبعا يعني يقوم كثير لأن فعاد رسول الله عليه السلام كانوا السحابة كانوا يجتمعوا في المساجد كانوا يقولوا أن أرادوا أن ينشروا الإسلام كانوا يجتمعوا في المسجد ومسجد خصوصا في ذكر الله والتفرغ إلى العبادة والتفكر لله سبحانه وتعالى وملكوت الله المسجد تحس على أنك في عالم آخر دور المسجد يعتبر نوع من نوع التهذيب للمسلم لأنه لازم يكون كامل هدوءة في المسجد يتعلم قراءة القرآن برضه في المسجد فوق هذا كله يعني تهذب المسلم وتخليه منتظم يعني في الصلاة من تسوية الصفوف من هذا يعني يعتبر الطمانينة والسكون المسلم من ذلك لها دور كبير في التعربية النفس المسجد مدرسة يعتبر مدرسة للمسلمين والأجياء المسلمين وحلقات تحفيظ القرآن فالمسجد يعني يعتبره المدرسة الأساسية فيما فيها الصلاة الخمس وأنهم يجتمعون في حلقات تحفيظ القرآن حلقات الذكر فالمسجد ضروري جدا ما يحتاج في مساجد ما شاء الله فيها التزام فيها يعني التحفيظ فيها يعني اهتمام من القيمين على المسجد ما شاء الله كإمام كمؤذن وفي مساجد متوسطة ولكنها إن شاء الله مفعلها والأفضل والأكثر في البلد الحمد لله وها هي التقنية تدخل المساجد من بابها العرض من تجهيزات صوتية ووسائل بث مرئية ووسائل تذكير الإلكترونية وغيرها حتى تنافس الناس على استكمال كافة احتياجات المساجد والاهتمام بشؤونها فأسست لها اللجان ورصدت لها الأموال وسخرت لخدمتها كافة الإمكانات كيف لا وهي بيوت الله عز وجل هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية به و بأخلاقي أبتدي به أبتدي مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد وها نحن نعود إليكم بعد هذا التقرير القصير لمواصلة حديثنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة بمختلف جوانبها كنا نتحدث قبل التقرير شيخ صلاح عن أثر تربيته أو أثر عبادة الصدقة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تستكملون ما تحدثتم عنه سابقا نعم كنا في الحديث عن أثر تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالصدقة على أهل بيته على زوجاته مما يذكر في هذا أن سائلة معها بنتين طرقت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة رضي الله عنها و أرضاه تقول عائشة فلم يكن عندها في البيت بيت النبوة لم يكن فيه ما يمكن أن يبذل للصدقة إلا تمرات ثلاث الله لم تظن بها و لم تبخل بها بل لم تتردد أخذتها أخذت التمرات الثلاث التي هي ما في بيت النبوة غاية ما يملكون غاية ما يملكون و جاءت بها إلى هذه السائلة فأعطتها القصة طبعا لها تكملة لكن نحن مقصودنا الشاهد منها هذا البذل هذا الإثار هذا الإثار و إن كان بهم خصاصة و حاجة إلى هذا الشيء و مع ذلك يؤثرون على أن صحيح لا غروا فإن عائشة رضي الله عنها و سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجات من كان أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة صلوات الله و سلامه عليه فأم إذا انتقلنا إلى جوانب أخرى من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس مقاما في عبادات القلب مننا من قد يظن أن العبادة تقتصر على العبادات الظاهرة و يهمل عمارة القلب بالعبادات الحب الله تبارك وتعالى التوكل عليه الإنابة إليه خوفه و رجاؤه هذه العبادات القلبية في الواقع هي أعظم عند الله وأثرها أعظم من أثر العبادات الظاهرة وهي أحب إلى الله تبارك وتعالى عن العبادات القلبية تأمل كيف كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة القلب في حديث الهجرة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر يستخفون من الرصد و يستخفون من المتابعين الذين كانوا يريدون الامساك به صلى الله عليه وسلم فدخلوا في طريقهم غارا استخفوا بها فجاء المشركون فوقفوا على رأس الغار لدرجة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرأنا من قربهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر مهدئا لروعه يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذه الكلمة نابعة عن قلب قد عمر بالتوكل بحيث إنه لما وعده الله تبارك وتعالى بتمام الهجرة والنجاة وإن وقف الكفار على رأس الغار فإن الله ناصره ومؤيده فسيصل إلى مبتغاه الذي أخبر النبي صلى الله أخبر الله أنه سيصل إليه هذا نموذج للتوكل أيضا من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم القلبية حبه لله تبارك وتعالى صورة من أقرب الصور وأسهلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المطر ببدنه ويبين علة ذلك فيقول عن المطر الذي يستقبله ببدنه إنه حديث عهد بربه فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم لربه كان يحب ما كان قريب عهد بالله تبارك وتعالى أما الخشوع فكان للنبي صلى الله عليه وسلم مقاما ليس لأحد تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في صلاته بين يدي ربه تبارك وتعالى فتذرف عيناه تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فبكى حتى أخضل لحيته عليه الصلاة والسلام قالت ثم بكى حتى بل ثوبه عليه الصلاة والسلام ثم بكى حتى بل الأرض الحديث صحاة الألباني الحقيقة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل خشوعه لربه تبارك وتعالى لدرجة أن يبكي هذا البكاء الذي يبل ثوبه ويبل لحيته ويبل الأرض وهذا ناتج شيخ عن معرفته صلى الله عليه وسلم حق المعرفة بالله عز وجل فهو أعلم الناس بالله وأعرفهم بالله جل وعلا رحيح لما كان أعرف الخلق بالله كان هذا المقام له من مقام الخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى وذكر أيضا أحد الصحابة وهو أبو مطرف إن لم تخن الذاكرة هو أبو مطرف رضي الله عنه وأرضاه يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقول فكان يصلي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ من البكاء هنا صورتان صورة خشوع والقدر الذي يغلي القدر الذي يغلي مرجل يغلي أقول هنا صورتان صورة خشوع وصورة إخلاص فأما الخشوع فهذا البكاء منه صلى الله عليه وسلم وأما الإخلاص فذاك الكظم والإخفاء الإخفاء الذي أدى لظهور صوت بكائه كصوت القدر الذي استجمع الحرارة فيظهر منه أزيز جميل جدا الشيخ صلى الله عليه وسلم الحقيقة أوجه عبادته صلى الله عليه وسلم تعددت وهو حقيقة عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في مفهوم العبادة الشامل فكان صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع أبواب العبادة عليه الصلاة والسلام نحن يعني كبشر يتفاوت بعضنا عن بعض في جوانب كثيرة فهناك من فتح عليه في النوافع الأعني هناك من فتح عليه في باب الصيام هناك من فتح عليه في باب الصدقة وهناك من فتح عليه في باب الصلة وهناك من فتح عليه في باب العبادات القلبية وكل على خير قد يثرب البعض على البعض يعني قد يفتح لإنسان جانب في الصيام في النافلة فيثرب على من لا يرى منه وقد يكون بابه الذي يفتح لها وباب آخر هل من توجيه في هذا السياق يا شيخ صلاح الواقع أن أول ما يمكن أن نذكر هنا أن المسلم في الواقع يبحث عن الكمال وتمام القرب من الله تبارك وتعالى وهذا الكمال والتمام في غالب الأحوال لا يحصل إلا عندما يحرص الإنسان ويجاهد نفسه على أن يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم فيحرص المسلم على أن يكون له في الصلاة نصيب وفي الصدقة وفي الصيام وفي صلة الرحم وسائر أبواب البر لكن تبقى الفروقات الفردية بيننا أن منا من يفتح له في باب ويضعف في باب ومن الصحابة من كان يقول إن الصوم يضعفني أظنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لكن بن مسعود من هو في قيام الليل ومن هو في قراءة القرآن وتعليمه وتعليم العلم ونشر الفقه فقه أهل العراق كله يرجع إلى جملة من الصحابة على رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فالمسلم إذا وجد نفسه قد انبعثت في باب من أبواب الخير وأبواب العبادة فإنه يجب أن يأخذ من ذاك الباب ما يستطيع فلا يقصر في هذا الباب ولكنه قدر ما يستطيع مثلا إذا فتح له في باب الصلاة فإنه الأولى في حاله أن تكون له نوافل كثيرة في نهاره وفي ليله والذي فتح له في باب الصدقة لا يثرب على غيره ممن اشتغل بغير هذه العبادة كل واحد مننا يجب عليه أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى أما صورة العبادة ونوعها فتلك أبواب تفتح على الناس يتعين علينا في الواقع ألا يثرب بعضنا على بعض وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله شكر الله لكم شيخ صلاح هذه الكلمات المغاركة والطيبة وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في لقاء قريب بإذن الله تعالى أيها المشاهدون الكرام ها نحن قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا وحلقتنا هذه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب العبادة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع هديه وأن يصلها أحوالنا إلى أن نلقاكم في لقاء قريب قادم بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي الهدى أسوة المهتدي تخير المعلمي والمرشدي به وبأخلاقه أقتدي به وبأخلاقه أقتدي لمرضات ربي وغرسي يدي لكي يصل الناس قلبي ندي يومي ومستقبلي وغدي يومي ومستقبلي وغدي به أقتدي به أقتدي به أقتدي تخير المعلمي والبي